كل سنة وانتو طيبين النهاردة بقى هتكلم عن حاجة حلوة كل الناس بتحبها معادة انا طبعا يعني هتكلم النهاردة عن الكنافة اول حاجة عايز اقول لكم ان الكنافة كانت معمولة للصحول هتقولولي ازاي طبعا بقى عندنا الكنافة بالجبنة والكنافة بالقشطة والكنافة بالكسطرات بصوا ما اصبناش حاجة الا لما عملناها بالكنافة والكنافة بالمنجة الكنافة دي تليها قصص كتير قوي ومن بلاد الشام لمصر يعني مفيش حد ما قالش ان هي تنسب له يعني الناس تقول هي تنسب للمصريين وهم اللي عملوها ونسا هي تقول لا لها الشام هم اللي عملوها لو مش عادي هو ده صح ولا ده صح بس احنا هنقول كله ونبقى عارفين كل المعادة اول حاجة عايز اقول لكم ان الكنافة كانت معمولة للصحول هتقولولي ازاي كان معاوية بن ابي صفيان بيشتكي ان هو بيجوع في نهار رمضان فاخترعوله الكنافة فطلبوا منه ان هو يتصحر بيها عشان ما يجعش في نهار رمضان رواية القطايف اللي هو الملك سليمان بن عبد الملك هو اللي اخترع الكنافة والرواية تانية بتقول ان الكنافة دي كانت في عصر المماليك لما كانوا في مصر وده بقى اخدنا ان اصل الكنافة مصري مش شامي طيب ازاي بقى يقولك ان هما كانوا في العصر الفاطمي ان هما عرفوا الكنافة قبل بلاد الشام ازاي الكلام دوت الدوت كان بيصادف دخول الخليفة المعايز الديني الله الفاطمي الى القاهرة في رمضان وبدأوا ان هما يقدمونه الكنافة فعشان كده قالوا ان هي كنافة دي طبع المصري مش الشواج بيقولوا ان الكنافة وصلت لاهل الشام عن طريق التجار وبدأ اهل الشام يضيفوا لها اشتر وبعد كده هوت لما وصلت لاهل مكة بدأوا ان هما يضيفوا لها جبنة من غير ما الحال هي ديت الوصفات بتاعة الكنافة طيب ماشي بروحوا تشوفوا الفيديو الكنافة بتتعمل ازاي وقلولي انتو بتحب الكنافة بالاي اكتر حاجة بتحت في الكومنتات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة